أحصاءات وزارة المواصلات عن تحقيق أرقام قياسية على صعيد أداء حركة الطيران وخدمات المواصلات الداخلية منذ انطلاق بطولة كأس العالم في فاقطر 2022 وحتى انتهاء مباريات دور المجموعات من البطولة تكشف الأحصائيات عن تفجيل نحو 12200 حركة طيران ما بين الإقلاع والهبوط بمطاري حمد والدوحة الدوليين بمتوسط يصل إلى 935 حركة طيران في اليوم الواحد قامت دولة قطر بتنفيذ مشروعات تطوير الحركة الجوية حيث تمت زيادة الطاقة الاستيعابية إلى نحو 100 حركة جوية في الساعة الواحدة وأصبحت المسارات الجوية القادمة والمغادرة إلى دولة قطر 17 مسارا منفصلة عن بعضها من أجل تحقيق سيابية أكثر في الحركة وضمان أكثر أيضا للسلامة فضلا عن زيادة مناطق انتظار الطائرات في الجو وهي التي يتم استخدامها أثناء فترات الذروة وتم رفع كفاءة إدارة عمليات الإقلاع أيضا والهبوط وتم الوصول إلى إمكانية استيعاب ثلاث عمليات هبوط وإقلاع في آن واحد وتم إجراء أيضا تجربة في محاكي المراقبة الجوية بنجاح للتأكد من فعالية هذا النظام وسلامته للتشغيل قام أيضا مترو الدوحة بمحطاته السبع وثلاثين بنقل أكثر من تسعة ملايين وثلاثمائة ألف راكب منذ انطلاق البطولة وحتى يوم الجمعة الثاني من ديسمبر الجاري وبمعدل يتجاوز سبعمائة ألف راكب يوميا بعد أن بات الوسيلة المفضلة للتنقل ما بين الوجهات الرئيسية في قطر وأيضا ملاعب البطولة كما سجل أيضا ترام لوسيل هو الآخر رقما قياسيا جديدا على صعيد عملياته التشغيلية مع أيضا قيامه بتقديم خدماته إلى ثلاثمائة وأربع وثمانين ألف وثلاثمائة راكب بمتوسط تجاوز ثلاثين ألف راكب يوميا خاصة في ظل الزخم الكبير في مدينة لوسيل وخاصة منطقة درب لوسيل التي باتت وجهة مفضلة للعديد من زوار الدولة خلال البطولة ترجمة نانسي قنقر